اه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دي حاجة مهمة جدا انتي ار ايه دا؟ قوي يعني كده في عمل او في صناعة الاتصالات عندنا هنا في مصر دا الكبير اللي الكل بيعمل له الف حساب ليه؟ لانه شغلته زي ما انت سامع كده تنظيم الاتصالات تنظيم هذه العملية طيب اللي حصل انه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيشتغل على مسألة توفير خدمة متعلقة بيه التحكم في الخدمات الترفيهية الزام شركات المحمول باختار المستخدمين باي خصومات تتم من رصيدهم اعلامهم بحجم الاستهلاك بصفة دورية مجانة هنا بيجي دور الحوكمة وعليه ضفنا العزيز داخل الستوديو لأول مرة جاءوا الستوديو مش عبر الهاتف مهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منورنا شكرا يا فندي مناسعيد طبعا بركاء حضرتك دايما مداخلات لكن يعني أنا مع حضرتك في الستوديو المرة دي بقى يا بختنا موجود معنا شكرا بنفسك جوة الستوديو هنا بقى هروح على مسألة الحوكمة فيه إطار أنه لو حصل أي مثلا زي ما كنا بنتكلم كده خصومات من الرصيد بتاعي أو من حسابي أو من فطورتي لازم أبقى عارف فيه أي خدمات لازم أبقى عارف فيه أي حاجة بتتم على الخط بتاعي أو على حسابي لازم أبقى عارف والشركة تخترني به إلى أي مدى ده مفيد ليا وفي نفس الوقت أعتقد أنه لين عكاسات إيجابية على الشركة نفسها تمام يا فندي طيب في البداية كده نشرح دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز بيعمل في إطار قانون الاتصالات رقم عشر لسنة 2003 القانون ده حدد أهداف الجهاز والدور المنطبية أهم الأهداف هو عبارة عن إيجاد علاقة متوازنة ما بين ثلاث أطراف الثلاث أطراف هم استراتيجية الدولة الجزء الثاني اللي هي الشركات مقدمة الخدمة الحاجة الثالثة المهمة جدا 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 هي المستخدم فالجهاز طول ما هو فيه علاقة متوازنة بين المسلس متساول أضلع الجهاز نجح في دوره كانت توجهات معايل وزير الاتصالات وتكنوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعت أنه لازم نهتم بالمستخدم يبقى فيه استراتيجية واضحة للمستخدم فيه مبادرات واضحة للمستخدم وبنان عليه المهندس حسام جمل رئيس التنفيذ الجهازي القومي لتنظيم الاتصالات عمل فريق عمل في كل الأطراف في كل المجالات يجب أن تكون فيه استراتيجية ومبادرات واضحة للمستخدم وبنان عليه ابتدينا نشغل من أكثر من سنتين في الجزئية دي كانت أهم الحاجات عشان نعرف نبض المواطن ونبض المستخدم يجب تطوير مركز تلقي الشكاوي لأن ده الوسيلة اللي هنقدر من خلالها نعرف إيه الشكاوي وإيه المشاكل اللي بيابرها المستخدم قمنا بتطوير المركز ده النهاردة المركز ده بيتلقى يمكن أصدرنا خلال النصف الأول تقرير الشكاوي عندنا 143 ألف شكوى خلال ست شهور من عام 2022 وبس هنا نرصد الشكاوي دي وأهم الشكاوي دي كان مهم جدا بالنسبة لنا مش مجرد نحل الشكاة بطلاقة فردية لأن طبيعي جدا لو حد اشتكه وحلناها خلاص الموضوع انتهى لأ احنا عايزين نبص إيه الشكاوي اللي بيعاني منها بالنسبة كبيرا المواطنين ونبدأ نحط لها حلول جزرية الحل ده يعود على المواطنين بصفة عامة كانت من الشكاوي المهمة جدا بالنسبة لنا زي ما حتك قلت كده الشكاوي الخاصة بالفوترة والخاصة بالاستخدامات الخاصة بين المواطنين كان مهم جدا أصدرنا بقى العديد من المواضرات في هذا الاتجاه أول مبادرة أصدرناها في هذا الاتجاه أن أي عميل بيشحن بيشحن الكارت بتاعه أول ما يشحن الكارت بتاعه يجيله كل الخصومات إن وجدت ممكن العميل يكون عليه بعض الخصومات سواء بالضرائب سواء في بعض الخدامات اشترك فيها وبالتالي يظهر الرصيد بالكامل إيه الخصومات اللي عندك والفلوس اللي نزلت لك عشان ما يجيش يقول أنا شحنت وفجأة الانتراصي وده كان ساعات بيحصل فكادش يعرف الرصيد دراح فين فلو مشترك في خدمة معاينة ممكن يلغيها ده كان من أهم الحاجات اللي طلعناها الحاجة التانية اللي لناها الناس بتشتكي منها إن في بعض الخدمات إن الناس بتقول ما اشتركتش في الخدمة دي في بعض ما اشتركتش فيها أو خصومات بتحصل مش عارف مصدرها إيه كان مهم جدا نصدر تعليمات خاصة بيه خدمات الكيمة المضافة والخدمات الترفية إيه هي بقى الشروط اللي حطناها وبعتناها للشركات وألزمنا بقى الشركات أول حاجة أي خدمة من هذه الخدمات قبل ما العميل يشترك لازم تجيله رسالة الرسالة دي بتظهر الخدمة اللي حضرتك هتشترك فيها سعر الخدمة هو إيه بالظبط الكود اللي هتشترك فيه وبالتالي العميل بيشوف الخدمة اللي عايز يشترك فيها بيشوف الفلوس بيشترك عن طريق كود هو اللي بنفسه برغبته اللي بيدوس على هذا الكود طيب اشترك في الخدمة دي أول ما اشترك يجيله رسالة حضرتك اشتركت في الخدمة الفلانية بالسعر الفلاني وهتبع طريقة التحاسب بالطريقة التالية فالعميل عارف طيب مع كل خصم بيتم سواء كان يومي او اسبوعي او شهري بيجي له رسالة اسمها رسالة الخصم الرسالة دي بتقوله السعر اللي انت بتخصم منك ولو حابب تخرج دلوقتي من الخدمة دي بيظهر له كود اسمه كود الخروج وبالتالي العميل عارف من اول مشترك مع كل خصم بيتم ولو حابب يخرج ومع هذا كمان عشان كمان حاجة زيادة على كده اصدرنا حاجة اسمها الكود الموحد للجهاز احنا رقم الكول سنتر بتاعنا هو 155 خدنا الرقم ده واستخدمناه في حاجات كتير اللي هو نجمة 155 شبك ده اسمه الكود الموحد اي حد هذا الكود مجانا يقدر يضرب الرقم ده يقوله ايه الخدمات اللي حضرتك مشترك فيها استعلام اول ما تظهر الخدمات دي عندك الحرية كاملة ان انت تقدر تلغي اي خدمة من الخدمات اللي حضرتك مشترك فيها عن طريق هذا الكود كام واحد استخدم هذا الكود حتى الان بنتكلم اكتر من 35 مليون مواطن استخدموا هذا الكود للاستعلام وليلغاء الخدمات وبالتالي كان مهم جدا 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 يعني لو ديتنا الفرصة في حاجات كتيرة هنتكلم فيها دلوقتي كلها متعلقة باحتياجات للمواطن شكاوي الاناها عند المواطن بتدنا ان نوجد لها حل منذ صدور هذا الكود ومنذ صدور هذه التعليمات سواء اكواد التفعيل او ما قبل وما بعد اشتراك في هذه الخدمات نسبة الشكاوي قلت جدا وده موشر بالنسبة ان هل احنا نجحنا في الاستراتيجية اللي حاطناه ولا لا الجزء التاني المهم جدا واللي كان بيمثل مشكلة كبيرة جدا حرية التنقل ما بين الشركات كان عندنا مشكلة كبيرة جدا ان المواطن ما بيروح للشركة وعايزيني للشركة تانية سواء شركة محمول او انترنت سابت كتن الإجراءات طويلة جدا الوقت بياخدوا طويل جدا طيب احنا عايزين يبقى فيه حرية فيه تنافسية ما بين الشركات المواطن هو اللي يختار هو السيد هو اللي يختار الشركة بالسعر اللي يناسبه وبالتالي اطلقنا منذ عامين كواعد خاصة بالتنقل ما بين شركات المحمول اكبرناهم ان التنقل يتم خلالي يا فندم 24 ساعة ومش حدرتك تروح للشركة اللي انت شغال معها لتروح للشركة اللي انت عايز تنتقل إليها واتقدم الطلب الطلب ده خلال 24 ساعة لو ما حصلش انتقال لهذا العميل بيحصل ان فيه عقوبات بتتم على هذه الشركات تعمل بقى قلية محاسبة احنا حضرتك وقعنا عقوبات على الشركات المحمول خلال العام المالي 2021-22 بخصوص هذه المسألة اكتر من 100 مليون جنيه عقوبة على الشركات المحمول طيب كم واحد انتقل بسخدام هذه الخاصية مليون واحد مليون واحد قدروا ينقلوا من شركة لشركة وبالتالي فيها نفس ما بيش شركات لان الشركات حتى ما بتيجي تنيل منها هي عايزاتك تفضل معاها فتبدأ تحسن خدمة تبدأ تشوف انت بتشتك منين